وصلونا لكاس العالم قطر قالت خيرهم احنا كنا امتى نحلم ان احنا نروح كاس العالم او اي حد نروح كاس العالم ده يعني انا مش عايز احملك النقاش ده لكن الوصول لكاس العالم مش معناها اداء سيء ومش معناها صفر ومش معناها ان احنا نبقى الفرقة الوحيدة التي حصلت على صفر مع بنا ده يروح حزب المسئولين يا حزب الناس اللي لقبطوا بالكورة مش حزبوا نعنى ان حضرنا حفلة او حضرنا عند حضرتك قلنا مساء الخير يبقى هي دي زنبنا ان احنا جينا قلنا تحيا مصر هو ده اللي خسر الدنيا لا مش كلام ده خالص يعني هد شوية انت ده بنافسج لا بص يا استاذ وقل انا شايفة بقت العملية كتير اوي في السخرية وانا مش بحب السخرية انا بحب اوي ان زي ما الناس بتحترمنا لازم هم كمان يحترموا الفنان ولازم يعرفوا ان الفنان ده شامعة بتقيد هم يشوفوها والناس بتسلي قدابهم عيب عيب فيه فنانين محترمين كتير جدا كانوا هناك ايه لين مشكلة ايه المشكلة اه بس طبعا عدد كبير منهم يعني لما شافوا الموجة عالية كده فضلوا الصمت والانزواء طب انا كنت طالب الصمت انا ما اتكلمتش خالص انا كان نفس اطلع اقول الناس يا جماعنا مظلومة على اللي انت بتقولوه ده ما قلتش لك لما حضرتك طلبت مني ولقيت فيه شباب زي الورد بيطلبوني مثلا انت تصورتي مع اللعيبة بمزاج يعني بمزاجهم ولا غصبا عنهم تخيالي لما شاب يطلع يقولي مثلا كده لازم يفهم ان انا ما عملتش ده ما شوفتهمش اساسا انا ما عرفش هما فين ما عنديش فكرة عنهم خالص انتوا غدين فكرة غلط احنا لا شوفنا اللعيبة ولا نعرف حاجة عن اللعيبة ولا نعرف اي مخلوق ولا شوفنا زينا زي بقيت الجمهور في البتاع دوت وهم بيلعبوا كرة في الملعب في الملعب في الاستاد بس بشوفناش حاجة غير كده ولا نعرف حاجة تلبسوا لحنا العمه ليه مش حرام عليكم رجعت بقى من هناك قبل ما اطلع فاصل رجعت من هناك حزينة جدا لما سمعت التعليقات ده وانت جاية لمصر طبعا حزينة جدا اولا حزينة انا ما طلعتش من القتير خالص انا كنت مرهاقة جدا ونمت ما خرجتش من القتير خالص غير ساعة الماش اقاول كتير جدا انا مش فهمها ايه اللي بيقولوها مش عارفة حادسة كاني احد ضربنا على رأسنا في شواكيش ما نعرفش ايه اللي عمناه يعني ياريتنا ما روحنا ياريتني ما روحت ياريتني موت قبل ما روح او الله يقدر لنا لا اوي كده انا بنتناقش منشوف ايه السبب لا والله العظيم اوي كده عارف ليه لان الا المظلوم الا الظلم انت بتظلمني على حاجة ما ليش اي زنب فيها انت بدل ما تسيبي الناس المسؤولة عن اللعب جاي بتحملني ان انا جيت قلت تحية مصر في الملعب هلا في ايه طيب يعني طبعا يا جماعة هطلع فصل وهنكمل بس طبعا فيه فيه خيط رفيع جدا بين اللي عنده وجهات نظر مختلفة متعلقة بصفر الفنانين او الشخصيات العامة عموما لانهم ما كانوش فنانين بس كانوا فنانين واعلاميين وفيه اعضاء مجلس نواب فيه رجال اعمال انه بعض الشخصيات العامة يمكن ان تسافر على حسابها الخاص ان بعض الشخصيات العامة كمان احنا اه الناس شافت مع كان عندنا سابقة قبل كده مصر والجزائر في السودان فبقى عندهم عقدة لما بعثنا الفنانين والناس قالوا لا كنتوا بعثوا المشجعين اللي ممكن يزلزلوا الملعب تشجيعا يعني اه كل دي وجهات نظر لكن احيانا البعض في وجهات نظر بيهين الفنانين ده اللي انت معترض انتوا بعثين الفنانين ولا نسبح لهم لأهانتنا خالص اصلي يعني وعدة تطلع تتكلم كده عن فنانين وهي 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 دخلت بيت الفنانة اللي بتتكلم معنا مش عاني اهي ما كلمتش عن الوعد اتكلمت على كل الناس وما يصف اه بس ده ده جزء من وسط الفن لا معليش اصدى مجدى خير الله معمعدة تتلع اللي كلمة الكلام للفارغ اللي قالته ده معرفش يعني معرفش جابته منين الكلام ده اه شايفا دي مش واجهة اه اه هتغلط مرة تانية خالص توبة خلاص توبة عمري ما حد هيعزمني حتى على حتة هروح فيها وعاوز اقول لو كان تمن التذكارة مدايقهم انا هجيكم كل فنان مننا يرجع تمن التذكارة ويبقى روحنا على حسابنا جلا بقى طيب واطلع قبل ما اطلع فاصل اعمل بقى زي عائلة غاتب بعداته تقاليد توبة والنبي توبة توبة والنبي توبة هطلع فاصل وحنكمل معنا